أجرى سامح شكري وزيره خارجية اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فدان تناول الاتصال مستجدد وخطورة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة في الوقت النفسه حذر شكري وفدان من مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة على خلفية التصعيد الإسرائيلي اللبناني وما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات خطيرة للغاية قد تخرج عن نطاق السيطرة التقى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وفد مجموعة الحكماء برئاسة الرئيسة السابقة لجمهورية أيرلندا ميري رومنسون وعضوية الأمين العام السابق للأمم المتحدة ونائب مجموعة الحكماء بانكيمون بحث اللقاء استراتيجية فلسطين في المحافل الدولية لوقف العدوان وتوفير المساعدات بالحجم المطلوب في قطاع غزة ووقف التهجير القصري وكذلك الجهود فيما يخص الاعترافات بدولة فلسطين وعضويتها بالأمم المتحدة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وتوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن ست غارات إسرائيلية استهدفت مدرسة ببلدة عبثان شرقي مدينة خان يونس ما أصفر عن شهداء ومصابين كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا بمشروع بيت لاهية شمال قطاع غزة صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت أن الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان إلى العصر الحجري في أي حرب مع حزب الله اللبناني وأضاف جالنت أن إسرائيل تفضل حلا ديبلوماسيا للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان وفي الوقت نفسه قال جالنت أنه ناقش مع كبار المسؤولين الأمريكيين خلال زيراته لواشنطن مقترحاته لليوم التالي لحكم غزة بعد الحرب ويشمل فلسطينيين محليين وشركاء إقليميين والولايات المتحدة لكنه وصف العملية بأنها ستكون طويلة ومعقدة قال مصدرنا بقوات الاحتلال للقناة الثانية عشر الإسرائيلية إن إسرائيل قد تضطر إلى اتخاذ خطوة تصعيدية قوية للغاية في لبنان وأوضح المصدر أن الجيش بدأ بتدريب الجنود الذين نقلوا للشمال استعدادا للقتال في بيئة مركبة ومناطق مأهولة ألقت السلطات البوليفية القفضة على القائد العسكري خوان خصي بعد ساعات من اقتحام عسكريين للقصر الرئاسي وأفاد ترويترز بأن مركبات مدرعة وعسكريين بوليفيين بدأوا الانسحاب من محيط القصر الرئاسي بعد أن عين الرئيس لويس آرس قادة عسكريين آخرين كما أمرت القيادة العسكرية الجديدة بعودة القوات أدراجها في حين أدانت المحكمة العليا ما اعتبرته هجوما على الاستقرار الديمقراطي في البلاد أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ متعدد الرؤوس الحربية وأكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن التجربة نجحت في كافة مراحلها من فصل الرؤوس والتحكم بها وتوجيهها وإصابة أهدافها تبدأ اليوم أول مناظرة الرئاسية لعام عشرين أربعة وعشرين بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس السابق دونالد ترومب تستضيف قناة CNN المناظرة التي تعد الأولى في تاريخ الولايات المتحدة بين رئيس حالي بالغ من العمر واحد وثمانين عاما ورئيس سابق نهذ الثمانية والسبعين عاما ترجمة نانسي قنقر